الآن بالعودة للارتفاع القيسي خياسي لدرجات الحرارة في نصف الكرة الأرضية الشمالي فقد أطلقت وزارات الصحة في الدول التي تتعرض لموجات الحرارة الشديدة تحذيرات لسكانها كما قدمت توصيات لتجنب أعراض الحر على صحتهم فقد دعت الوزارات المواطنين إلى مراقبة الفئات الأكثر ضعفا عن كثب مثل كبار السن والمرضى والحيوانات الأليفة كما حثت الناس على البقاء في منازلهم خلال ساعات الذروة خاصة أنه مع ارتفاع درجة حرارة الجسم تتفتح الأوعية الدموية مما يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم ويجعل القلب يعمل بجهد أكبر لدفع الدماء في جميع أنحاء الجسم يمكن أن يسبب هذا أعراضا خفيفة مثل الطفح الجلدي الناتج عن الحرارة أو تورم القدمين نتيجة حدوث تسرب في الأوعية الدموية كما يمكن أن يؤدي أيضا إلى الانهاك الحراري الذي تشمل أعراضه الدوار والغثيان والإغماء والارتباك والتشنجات العضلية والصداع والتعرق الشديد والإرهاق ينصح في ظل ارتفاع درجات الحرارة بالإكثار من شرب المياه أتناول أطعمة تحتوي على نسبة كبيرة منه الحرص على عدم تعرض المباشر لأشعة الشمس والامتناع أيضا عن ممارسة التمارين الرياضية الشاقة لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا الدكتور حسن تليلي المتخصص في التنمية والسياسات البيئية من باريس أهلا وسهلا بك إذا ما بدأنا بزيارة رئيس الوزراء الياباني إلى الدوحة والحديث عن إيجاد حلول لأزمة تغير المناخ ودرجات الحرارة القياسية التي يشهدها العالم اليوم من يتحمل مسؤولية الوضع الذي آلت إليه الأمور وممد جدية أيضا الدول الكبرى في تعاطي مع هذه الأزمة في البداية تحياتي للمشاهدات والمشاهدين وشكرا لكم ما الحديث رئيس الوزراء الياباني حول التعاون بين بلدان الصناعية ومنها الصين والبلدان الجنوبية ومنها قطر ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام أمر مهم جدا لأنه يندرج في إطار ما يسمى المفاوضات المتعددة الأطراف التي تجري منذ عقود منذ عام 1972 إلى اليوم والتي تتقدم بعض الشيء في مؤتمرات الكوب وقد تحدثتم عن مؤتمرات الكوب والمؤتمر المقبل سيعقد في دولة الإمارات العربية أما المؤتمر السابق فقد عقد في شرم الشيخ هذه المؤتمرات هي في الحقيقة محطة لوضع خارطة طريق للأسرة الدولية طالما أن التغير المناخي المنسوب إلى الأنشطة البشرية هو يطال كل الكرة الأرضية اليوم وليس ثمة مكان واحد في العالم اليوم في منأة عن انعكاسات التغير المناخي السلبية ومنها أساسا هذه الظواهر المناخية القصوى أو المتطرفة ومنها فترات الجفاف التي تطول أكثر من اللزوء لكن ماذا من ناحية المسؤولية هل يقف الجميع على مسافة واحدة مما يجري حاليا؟ نعم المسؤولية هي مسؤولية البلدان الصناعية بالدرجة أولى اليوم في عام 2023 دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية والصين الشعبية تتسبب لوحدها في 57% من الانبعاثات الحرارية هذه المجموعات يعني الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي والصين لديها من الإمكانات المالية والمادية والتكنولوجية والبشرية ما يسمح لها بإيجاد منهجيات عمل والاستراتيجيات عمل لمواجهة آثار التغير المناخي في هذه البلدان وما يسمح لها أيضا بمساعدة البلدان النامية لكن المشكلة هي أن هذه البلدان الصناعية والبلدان ذات الاقتصادات الناشئة وعدت وتعد في كل مؤتمر من المؤتمرات بأنها ستقدم مساعدات ولا تقدم إلا النزرة القليلة جدا منها كيف العمل الآن؟ الحقيقة هناك من الخبراء من يقولون البلدان النامية حتى الآن اكتفت بدور الشكاء البكاء يعني والتذكير والتكرار مقولة إن المسئولية هي مسئولية الشمال ومسئولية البلدان الصناعية وهذا صحيح ولكن ما العمل؟ إذا ظللنا نبكي ونشكو فإننا لن نتقدم هناك إمكانية لمحاولة تغيير الواقع من البلدان النامية مثلا عبر استثمار المهارات البشرية التي لديها البلدان النامية ومنها البلدان العربية لديها من الموارد البشرية التي لديها كفاءات عالية ولكنها قد لا تملك التكنولوجيا التي يملكها الغرب ولا تملك أيضا القدرات المادية لتطوير أو انتقال من الطاقة التقليدية إلى طاقة نظيفة ومتجددة نعم نعم هي ليست لديها الإمكانات التكنولوجية ولكن بإمكانها عبر عبر اللجوء إلى هذه المهارات من حين لآخر وعبر تغيير سلوكات الإنتاج وسلوكات الاستهلاك لأن الإصراف في الموارد الطبيعية ظاهرة موجودة حتى في البلدان الفقيرة النامية ومنها البلدان العربية التي لديها إمكانات والتي ليست لديها إمكانات في العالم العربي اليوم دكتور نستغل وجودك بسؤال أخير مياه الري تهدر هناك حديث في ربما هذا الأسبوع خلال هذا الأسبوع أو الخمسة عشر على الأقل يوما الماضي عن ظاهرة النينو هل يمكن أن تدفع هذه الظاهرة مع تغير المناخي ليس بدرجات حرارة أكبر كما حذرت الأمم المتحدة وإنما إلى كوارث طبيعية غير معهودة الواقع أن ظاهرة النينو تخص أساسا المناطق الواقعة على سواحل المحيط الهادى يعني من سواحل الولايات المتحدة الأمريكية والقارة الأمريكية الشرقية إلى سواحل المحيط الهادى الغربية أي سواحل الأسترالية وسواحل أندونيسيا هذه بشكل عام هي هذه البلدان التي تستهدف لهذه الظاهرة ظاهرة النينو ولكن ظاهرة النينو هي جزء من إطار ظواهر مناخية كثيرة منها الظواهر المناخية القصوى التي تطال كل مناطق العالم وهذه هي المشكلة أنه بصرف النظر عن ظاهرة النينو الظواهر المناخية القصوى المتطرفة أصبحت مشكلة عالمية وأصبحت تطرح بحدة في البلدان العربية على سبيل المثال شكرا جزيلا لك من فاريس الدكتور حسان تليلي المتخصص في تنمية وسياسات البيئة